زوجته مثلا هتلاقيها دايما بتعاني معاه في كل حاجة كل مرة بتطلب فيها حاجة بتعاني معاناة شديدة قوي لأنه للأسف فاكر أنه أسكى دايما من الناس اللي حواليه فيبتدي يبالغ ويهول وفاكر أنه محدش هيعرف الحقيقة انت عارفة أنا عم بعمل إيه انت عارفة في الشغل دوت انت عارفة بيدوني كام انت عارفة أنا بعمل إيه عشان أجيب الفلوس دي انت عارفة انت عارفة انت عارفة وللأسف في بعض الأحيان يلاقيها جايب الشيط بتاع المرتب بتاعه فطبعا بتبقى مشكلة فيقول له انت فاكره ان اللي أنا باخده ده ده أنا بعمل كذا وكذا وعليه ديون ديون منين فتيجي تسأله هو احنا ديون ده احنا حالتنا الديون دي خدته وقدتها فين انت مش عارفة ان أنا بصرف كام في الخروجة الواحدة ويروح عمليه ويروح ضرب رقم ضخم ولا انت عارفة أنا بصرف البيت بيصرف كام فيقول رقم ما يتناسبش خالص على الأكل ولا الشرب اللي بيأكلوا ولا يشربوا البيت ويبقى البيت محتاج حاجة فتطلبها منه فيقول لها سعر ومبلغ جدا جدا في الحاجة عشان يهرب ان ايه يصرف نظرة عن الموضوع ده في حين انك بتلاقيه يهتم بنفسه بيصرف على نفسه ومنجه نفسه ومتع ذاته لكن لما زوجته اولاده يطلبوا منه حاجة يقول لهم اجيب منين انتم مش شايفين ان انا مضغوط وعلي التزامات كتيرة ترجمة نانسي قنقر